أرزائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم حديثة كتير كتير حلو وكتير كتير مهم العنوان 20 في 20 في يوم العشرين في سنة 2020 20 في 20 والمقصودة رح أقرأ آية من إنجيل يحنى إصحاح 20 إنجيل يحنى إصحاح 20 ولأنه اليوم عشرين الشهر والساعة 8 اللي هو الساعة 20 فسنة 2020 رح أشارك رسالة على قلبي لكل مشاهد الرسالة مأخودة من إصحاح 20 في إنجيل يحنى الإصحاح 20 آية 19 ولما كانت عشية ذلك اليوم هو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كانت تلميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم والآن آية 20 ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلميذ إذ رأوا الرب فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس الآية 20 اللي راح نركز عليها ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلميذ إذ رأوا الرب تعرف حبائي قيامة يسوع المسيح يتاج معجزات يسوع المسيح وهذا الظهور ظهور المسيح للتلميذ في العلية في مدينة القدس أورشليم وهذا الظهور كان يعني صابق لأحداث كثيرة في الصباح الباكر دحرج الحجر ظهرت الملائكة للمريمات ظهر يسوع لمريم المجدلية ظهر يسوع لتلميذي عمواس وهذا الآن يظهر للتلميذ والأبواب مغلقة كانوا موجودين في العلية السبب لخوف اليهود كانوا خايفين من اليهود كيف ولا فموت المسيح أثار ضج كبير في تلك المنطقة لدرجة أن الكهن طلبوا من بلاطس أن يحطوا حرس ويحطوا ختم على باب القبر ظنا منهم لألا يأتي التلميذ ليلا ويسرقوا الجسد لكن المسيح قام واحدة من الأمور المهمة أنه المسيح قام وظهر للتلميذ لمدة أربعين يوم وأرى نفسه ببرهين متعددة وابتدى يتكلم عن الملكوت الجديد والرسول بولوس يقول في كورنتس الأولى إسحاح 15 أن المسيح ظهر لأكثر من 500 أخ البعض رقدوا ولكن الأغلبية العظمة ما زالوا موجودين على قيد الحياة التلميذ كانوا في حالة خوف كانوا في حالة رعب مما سيصيبهم فالرمان يطلبون طبعا الإلقاء القبض عليهم واليهود عاوزين يتخلصوا منهم لأنه عاوزين يتخلصوا من يسوع المسيح وفي هذا الإحساس العميق والخوف مكتوب جاء يسوع جاء يسوع وهذه الكلمة الموسيقية اللي عاوز أركز عليها في اليوم العشرين الساعة عشرين في الإصحاح العشرين والآية عشرين في سنة الألفين وعشرين من إنجيل يحنى وهذه الآية بكل بساطة أنه جاء المسيح إلى العلية وأول كلمة لفظها يسوع المسيح قال للتلميذ سلاما سلام لكم وطبعا هذه كلمة عميقة جدا سلام لكم لأن اليهود كانوا خايفين عم بهد من روعة التلميذ ومن خوف التلميذ المرة الثانية لما بيقول يعني لما أراهم يديه وجنبه ففرح التلميذ إذ رأوا الرب فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا ولما قال هذا نفخ الروح القدس كعربون ليوم الخمسين اللي راح يحل الروح القدس على التلميذ وتخيل معي هذه الكلمات من الإنجيل المقدس جاء يسوع المسيح في الوسط وظهر للتلميذ جاء المسيح للتلميذ في حالة الخوف في قصة تانية أنه في عصف شديد يعني هوجاء حدثت على بحيرة طبرية والتلميذ كانوا بصارعوا وانتلقوا من الخوف يسوع كان على الجبل بصلي وكان الهزيع الرابع وخلص ابتلعت كل حكمة التلميذ مكتوب فخافوا جدا جاء يسوع ماشيا على البحر فوق الأمواج وقال للتلميذ تشجعوا أنا هو لا تخافوا أنا هو لا تخافوا وهنا يأتي ليعطي الإطمئنان والطمئنين قائلا للتلميذ سلام لكم لا تخافوا لا تخافوا هذا السلام هو سلام البركة سلام الحرية سلام الشفاء سلام النصرة سلام التبرير سلام راحة الضمير سلام التطهير من الخطايا سلام شخصي سلام بحلف حياة التلميذ سلام بيمتلك حياتهم سلام بفوق كل وصف كل عقل كل تخيل كل تصور هذا السلام اللي تركوا المسيح مع التلميذ نفس الشيء المسبيين أرمياء بيتكلم رسالة للمسبيين في أرض العدو برضو بشجعهم يقول لأني عرفتوا الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول للرب أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء فيأتي المسيح في الوقت المعين لكي يمنح السلام ويأتي بشكل سريع سواء في العلية ينسل من الأصوار يعني إذا تلميذي عمواس جاءوا وقرعوا الباب وحكوا الأخبار الحلوة للتلاميذ لكن المسيح لم يقرع باب لكنه دخل من الأبواب دخل إلى العلية من الأبواب المغلقة فيأتي المسيح في نفس الحالي جاء في الوسط جاء ماشيا على الماء ذهب إلى صور وصيداء لأنه تقابل مع امرأة كنعانية ليشفي ابنتها من الروح الشرير مكتوبة يعني كان لابد له أن يشتاز السامرة حتى يتعامل مع امرأة سامرية لكي يعطيها ماء الحياة مجانا وأيضا ظهر للمجدلية لأنها ابتلعت من الحزن فجاء في الوقت المناسب حتى يمنحها معيته ويباركها بحضوره وهكذا عندما أرسلت الأختان مريم ومرثى وتقولان للمسيح أن العازر مات مكث يومين لكن توقيت المسيح يختلف عن أي توقيت عندما جاء قالوا للمسيح لو كنت هاهنا لم يمت أخي لكن المسيح أقام العازر جاء يسوع في الوسط فإذن عندما يأتي يسوع المسيح جاء بقوة حضوره جاء بجلال سلطانه وجاء طبعا بمعجزة خارقة أن يخترق الأسوار وجاء لكي يبارك التلاميذ بمعيته وفعلا جاء وأول عبارة سمعوها سلام لكم واليوم كتير الناس يمكن المختبئة في حجرها طاعة للقوانين ولكنها خايفة من مرض خايفة من الأزمة خايفة من ظروف صعبة لكن المسيح يأتي في الوقت المعين جاء المسيح طبعا ليبرهن على فداؤه جاء المسيح ليظهر جلال سلطانه وجاء المسيح ليعطي إرساليته العزمة برهان الفداء أنه فعلا لم يأتي المسيح إلا عندما أكمل كل شيء أكمل عمل الفداء وعندما دخل العلية أراهم جنبه وطبعا جنب المطعون وإيدي المسمرتين وكان يعني بكلمات أخرى أنه ما كانش شبح ولا روح هذه قيامة يسوع بالجسد وهذا كان دليل برهان على فداء يسوع المسيح ثم جاء ليمنح سلطانه عندما تكلم مع التلاميذ منحهم سلام عجيب سلام فائق لأنه هو رب السلام يهوى شلوم هو إله السلام وهو أيضا رئيس السلام وهو سلامنا وعندما كان في العلية في نفس العلية قال للتلاميذ قبل يعني في يوم الخميس قال سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا منح التلاميذ السلام ليس كما يعطي العالم العالم يعطي سلام مؤقت سلام مزيف سلام مبني على مصالح مدية أو مطامع لكن سلام المسيح سلام البركي سلام شخصي يستمر مع المؤمن إلى مجيء المسيح ثانية ثم عندما جاء في الوسط أعطاهم إرساليته وهذه الإرسالية هو الغرض اللي جاء من أجله يسوع قال يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله مكتوب أرسلني الآب لأتمم مشيئتي كما أرسلني الآب أرسلكم أنا فعم يعطي الإرسالية حتى يأكد مصداقية دعته نفخ الروح القدس كعربون إلى يوم الخمسين إلى اكتمال هذا الاختبار عندما تتدفق أنهار الله عندما يمتلئ من الروح القدس روح القوة روح المحبة روح الشهادة روح الجرأة يتكلم بكل جهارة بكل جسارة بإنجيل يسوع المسيح التلاميذ اللي كانوا بالعلية خايفين عندما امتلئوا من الروح القدس خرجوا يتكلموا عن يسوع المسيح وبترس قال أنتم بأيدي أثما أثما صلبتموه ولكن الله أقامه ونحن شهود لذلك وهي الخدمة اللي كان فيها ممتلئ من الروح القدس تلت تلاف شخص الرب ضم إلى الكنيسة جاء يسوع تعرف لما كانوا التلاميذ بليلة فشل وليلة عناء على بحير الطبرية في يحنى 21 جاء يسوع وقال انقل شبكة على الجهة اليمنى وفعلا اصطاده سمك كثير جاء بعد ليلة عناء بعد ليلة فشل اليوم أحبائي إذا كانت الساعة 20 في يوم العشرين من الشهر من إنجيل يحن إصحاح 20 والآية 20 في سنة 2020 عاوز أشجع كل واحد إنه المسيح جاي وإنه لازم نكون مستعدين لكن المسيح جاي بأحوالنا الرب في الشئ بيخفى عن عنه هو له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما هو جالس على العرش والكلمة الأخيرة إله ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معنا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده لكن من ناحية تاني بتهم النفس البشرية إنه في هذا الدور إنه الكنيسة تتمتع بالسلام تتمتع بالسلطان تتمتع بالمعية تتمتع بحضور يسوع المسيح تبرهن على فداء يسوع المسيح وتذهب إلى العالم وتخبر الناس عن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل عن اختبار السلام اللي بيتكلم عنه الرسول بولوس فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح في هذا الوقت وانت في بيتك الرب عاوز يعطيك بركة وهذه البركة هي بركة السلام بتذكر البركة الهارونية في سفر العدد صح 6 عندما يقولوا في هذه البركة يباركك الرب ويحرسك يضيء بوجه عليك ويرحمك بعدين في آخر البركة ويمنحك سلام هذا السلام أحبائي محتاجين نختبره في هذا اليوم بعد قيامة يسوع المسيح وفي هذا السلام نواجه العالم ونقول أما أنا فسلام العالم محتاج يسمع كلمة حلوة محتاج يسمع كلمة رجاء محتاج يشوف محبتنا يشوف وحدتنا يشوف قوتنا مثل ما قال المسيح بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض ليس لأحد نحب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائي صلاة اليوم أحبائي هي بركة ونعمة يسوع تحل مع كل واحد خلينا خلينا في هذا اليوم نأخذ سلام المسيح وننطلق بهذا السلام ونوزع سلام المسيح على كل العالم بعد قليل هذه الأزمة رح تعبر لكن رب يعطينا فكر يوسف وروح يوسف في العهد القديم يوسف شاف المجاعة جاي لكن فسر الحلم لفرعون وأعطى التدبير وأعطى الحل أنه شو يعمل فرعون والرأوة فرعون أقام يوسف وفعلا كان إداري جهز مصر لسبع سنين القحط حتى كل المدن والقرى والدول المحيطة بشعب أو بمصر كانوا يأتون ليشتروا القمح من مصر ما تركز على الأزمة ركز على ما بعد الأزمة ركز على الحل مثل يوسف فكر على ما بعد هذا الوباء هذا الوباء يقول الرب وإن أرسلت وباء على شعبي هكذا يقول الرب فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء وأخفر خطيتهم وأبرع أرضهم قال يسوع للتلاميذ على البحيرة أنا هو تشجعوا أنا هو لا تخافوا وعندما ظهر المسيح للتلاميذ اللي كانوا خايفين قال سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم بمعيتي بحضوري بسلطاني ببرهان المعجزات والآيات بقوة ما فعل حتى تمنح السلام هذا للآخرين ولكن أحبائي فاقد الشيء لا يعطيه إذا أنا مش متمتع في السلام كيف أقدم هذا السلام للعالم أنا بصلي أحبائي إنه نرجع ونتوب إلى الرب ونطلب وجه الرب ونتشفع من أجل شعبنا للرب ونصلي من أجل وحدتنا ومن أجل محبتنا تزداد ونصلي إنه الكنيسة تمسك الرؤية هذه كلمات يسوع كما أرسلني الآب أرسلكم أنا ثم في آخر كلمات قال اذهبوا وكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم مكتوب أيضا تنالون قوة متحل روح القدس عليكم وتكونون شهود من أرشليم إلى أقصى الأرض هل تريد أن تتمتع بالسلام هل عايش حياة الخصام والصراع والحرب الداخلية في نفسك قولي يا رب تعال حررني تعال اشفيني من كل انزعاج من كل مخاوف وفيض علي بقوة حضورك واملأني بسلامك العجيب في اسم الرب يسوع المسيح امين امين كل عام وانتو بخير بصلي في هذا اليوم يوم العشرين انه تتمتع في سلام يسوع المسيح والرب معكم اشتركوا في القناة